بسم الله الرحمن الرحيم مما تكون الطهارة الطهارة تكون من أمرين الطهارة من الحدث سواء كان أكبر أو أصغر والطهارة من الخبث اللي هي النجاسة قبل أن نبين كيفية الطهارة من الحدث طهارة من الخبث هناك في الحدث في الحدث وفي الخبث عدة أمور الأمر الأول التعريف بالحدث والتعريف بالخبث الحدث هو صفة تقديرية قائمة بجميع البدن أو بأعضاء الوضوء تقوم بالمكلف المسلم العاقل البالغ هذه الصفة تمنعه من أداء الواجبات كالصلاة وقراءة القرآن والطواف ونحو ذلك أما الخبث فهو العين النجسة المستقدرة كالبولي والدمي ونحو ذلك ثانيا أقسام الحدث والخبث ينقسم الحدث إلى قسمين الحدث الأصغر والطهارة منه تكون بالوضوء للأعضاء المعروفة القسم الثاني حدث أكبر وتكون الطهارة منه بغسل جميع أجزاء البدن الخبث أيضا ينقسم إلى قسمين الخبث العيني أو النجاسة العينية وهي ذات الخبث وأصله كالغائط والميتة والدم وهذه عين النجاسة لا يمكن تطهرها القسم الثاني النجاسة الحكمية أو الطارئة وهي التي ترد على مكان طاهر سواء على مكان أو على بدن أو على ثوب طاهر فحين إذن هذه هي التي سنتحدث عنها في موضوع الخبث أما النجاسة العينية فلا نتحدث عنها لأنها لا تطهر أصلا مهما طهرت ثالثا الفرق بين الحدث والخبث هناك فرق بين الحدث والخبث من عدة وجوه الوجه الأول من حيث التعريف فالحدث قلنا هو وصف معنوي وليس محسوس وإنما هذا وصف معنوي متعلق بالبدن يمنع من فعل العبادات أما الخبث فهو شيء محسوس عين محسوسة نجسة كالدم البول الغائد تحسه برائحته بنظر إليه إنه جرن أو جسم الفرق الثاني من حيث الأصرف الطهارة من الحدث ومن الخبث فالأصرف الطهارة من الحدث أنها بالماء ولا طهارة إلا بالماء الطهور من الحدث فإذا لم يوجد الماء الطهور فينتقل إلى البديل وهو التراب عن طريق التيمم هذا بالنسبة للحدث أما الخبث له النجاسة فإنها تزال بالماء الطهور وتزال بغير الماء الطهور من المائعات أو المطهرات التي يمكن أن تزال بها لأن المقصود هو إزالة النجاسة وليس فيها أمر تعبدي الفرق الثالث من حيث كيفية رفع الحدث ورفع أو إزالة الخبث الفرق الثالث من حيث كيفية رفع الحدث وإزالة الخبث أما بالنسبة لرفع الحدث فالحدث الأكبر يرفع بالاغتسال بالغسل فيغسل جميع البدن وموجب هذا الاغتسال هو إما أن يكون خروج المني بشروطه وسيأتي بيان ذلك وإما أن يكون بانقطاع دم الحيظ والنفاس بالنسبة للمرأة ويكون رفع الحدث الأصغر بالوضوء في الأعضاء المخصوصة أعضاء الوضوء المعروفة لخروج بول أو غائط أو نحو ذلك فإن لم يمكن رفع الحدث الأكبر والأصغر بالماء فينتقل إلى التيمم ويكون كيفية رفع الحدث الأكبر والأصغر بالتيمم هي كيفية واحدة وذلك بأن يضرب الأرض بالكفين مفرجة الأصابع ثم يمسح وجهه بهما ويمسح بعضهما ببعض يعني بعض يكفيه ببعض هذه سفة واحدة لرفع الحدث الأكبر ولرفع الحدث الأصغر هذا بالنسبة للتيمم ويكون إزالة الخبث إما بأن يمسح إذا كان الخبث على جرح أو نحو ذلك يضره الغسل أو الغسل وهو الأصل أنه يغسل النجاسة حتى يزيلها أو النضح في النجاسة المخففة كما في بول الغلام وقد ذكرنا ذلك كيفية الطهارة من الحدث قبل أن نتحدث عن كيفية الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر نأتي بمقدمة في السواك وخصال الفطرة فنتحدث أولا عن السواك السواك هو اسم للعود الذي يستاك به وقد يطلق على الفعل تلك الفم سواء باليد أو بغير اليد لإزالة التغير يشترط للسواك شروط الشرط الأول أن يكون بعود هذا شرطه الفقهاء فلو استاك بغير العود لا تحصل السنية فلو وضع يده أو استاك بخرقة أو استاك بالفرشة قالوا وهذا في المذهب الحنبلي أن السنية لا تحصل وذلك لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما السياك بالعود هذا هو القول الأول والقول الثاني والذي ذهب إليه ابن قدامة من الحنابلة والنووي من الشافعية وغيرهم وهو رجحه الشيخ رحمه الله بن عثيمين أنه لو استاك بأي شيء بالعود بالفرشة بالأصبع فإنه يحصل له من الأجر والسنية بقدر ما يحصل من الإنقاء وإنه يقوم ذلك أن هذه الأشياء تقوم مقام السواك اللي هو العود واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فإذا طهر الفم حصلت حصلت حصل الإنقاء وحصل الرضا من الله عز وجل لمن طهر فمه الشرط الثاني قالوا في السواك أن يكون لينا رطبا إذا كان غير لين فإنها لا تحصل له السنية ونقول الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة فكل شيء تحصل به الطهارة للفم فإنها تحصل به السنية ويحصل له الأجر بإذن الله عز وجل والله أعلم موسيقى